السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتوصلنا برسالة مكتوبة من اخداء الاخوات الفاضلات كتقول ارجوكم اولد دعاء من اجل امي وزوجة عمي في الوقت نفسه امي وزوجة عمي لقد اجرت عملية قلب مفتوح منذ خمسة عشر يوما بالضبط لكنها متزال في الانعاش لليوم حالتها حارجة جدا تقول ان هذه السيدة لدارة عملية قلب مفتوح انها انسان طيبة وصديقة الكل وبابها مفتوح دائما ان هذه السيدة تحل المشاكل الناس وتفرحك اذا كنت متضيقا وتزرع فيك الامل ان هذه السيدة محبوبة من طرف الجميع ولا يعمر مكانها سوى الله تعالى تصلح ذات البين باسرار غريب كثيرة الصدقة مبشورة الوجه ليس منها اثنين انا شخصي لا تحمل فرقها ابدا حنونة محسنة خدومة بدون كل ولمل وكلام طويل هكذا هذا كنتمدح في هذه السيدة والملك يقول وجبت 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 فيكفيها هذا التناء ويكفيها هذا المدح ويكفيها هذه الشهادة انسانة في هذه الصفة كلها هذه رهب من اهل الله ومن خاصته وربنا سبحانه وتعالى قدر عليها هذا العملية قلب مفتوح ما سهلاش القلب لما تكون فيها عملية جراحية اللي هو البؤب دي الجسد البشري فكتقول ارجوكم ارجوكم اريد منكم دعاء ان تقشعر له الابدان وتبكي الحجرة منه وكلام طويل هكذا واطلب من مغاربة العالم في كل مكان ان يقول امين فايوا الاحباب الكرام استجابة لنداء هذه الاخت السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نسألك يا مولانا يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات نسألك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلا ونسألك ياد الجلال والاكرام بحق آية الشفاء في كتابك العزيز يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم يا رب العالمين نسألك بهذه الآيات البينات من آيات الشفاء في كتابك العزيز أن تشافي هذه المرأة المؤمنة اللهم شافها وعافها اللهم طبث في الغيب وعالجها بعلاجك وداوها بدوائك اللهم يا رب يا كريم في هذه الليلة وهي الأنف الإنعاش أنزل عليها الرحمات وأنزل عليها البركات وأنزل عليها المكرمات وشافها وعافها واكتب لها عمرا جديدا اللهم وتقبل منها عملها وأقر بها عين عائلتها قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين بجاه النبي المصطفى الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم يا رب عجل لها بالفرج السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله